صدق البرلمان الموريتاني على إحالة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية حول قضايا فساد سابقة إلى وزير العدل تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية المختصة وطلب نواب بسحب الثقة فورا عن المسؤولين الضالعين في هذه القضايا وكانت لجنة التحقيق أوصت بمصادرة أراضي تم بيعها في المزاد العلني خلال الأعوام العشر الأخيرة قائلة إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استحوذت على تلك الأراضي في ظروف وصفتها اللجنة بالمشبوهة متابعة لهذا الموضوع معنا من وقشط القيادي في ثلاث قوة تغيير الديمقراطي سيدي ويلد الكوري سيدي ويلد الكوري أهلا وسلام بك على سكاي نيوز عربية كيف سيتعامل القضاء المغربي مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم وصحيح القضاء الموريتاني نعم المهم نحن اليوم فعلا كانت هناك توصية من طرف البرلمان الموريتاني بأحالة ملف لجنة التحقيق حول فساد العشرية الماضية مباشرة إلى وزير العدل لكي يحيلها بدوره مباشرة إلى القضاء نحن اليوم ندرك جيدا أن الكورة أصبحت في مرمى القضاء الموريتاني بعد عمل اللجنة البرلمانية في الواقع عمل هذه اللجنة البرلمانية أماط اللذام عن عشر سنوات من نهب الثروة الموريتانية نحن ندرك جيدا أن النظام السابق خلال العشرية الماضية عمد إلى نهب الثروة الوطنية من خلال منح فوضوي للتراخيص خاصة فيما يتعلق بالبحث عن مواد الحديد والبحث عن الذهب والبحث عن الغاز كان هناك اتفاقيات مشبوهة مع كبريات الشركات العالمية اتفاقيات خارج كل أطر القانونية اتفاقيات تمتد لفترة الثلاثين السنة مثل الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تتعلق برصيف الحاويات في ميناء الصداقة ومثل الاتفاقية التي تتعلق بالصيد البحري الموقعة مع الشركة الصينية بولي هوندونغ التي كانت فترتها تزيد على 25 سنة كان هناك نهب متواصل للثروة الوطنية من طرف النظام السابق وعلى رأسه الرئيس السابق محمد العبد العزيز الذي كان يتعامل مع العمال العام كملك خاص له الشعب الموريتاني صدم من هذا التقرير حقيقة الذي رصد جوانب من التجاوزات الخطيرة من النهب الممنهج لثروته خلال العشرية الماضية ما المسار المتوقع للملف سيدي ولكوري؟ نعم بعد إحالة هذا الملف مباشرة إلى القضاء البرلمان قبل ذلك أجاز القانون الإجرائي المتعلق بإنشاء محكمة العدل السامية التي تحاكم أصلاً الرئيس وتحاكم كبار المعاوني أعتقد أن الملف للقانون لأنه قانون إجرائي سيمكث في المجلس الدستوري لمدة عشرة أيام أنا هنا أتحدث عن المحكمة السامية بعد ذلك سيمكث رئاسة الجمهورية قبل المصادقة وإعلان تشكيلة المحكمة السامية كما أسلفت القضية اليوم أصبحت قضية رأي عام وطني خرجت من يد الرئيس السابق وخرجت كذلك من يد النظام الحالي وخرجت من يد المعارضة فساد اليوم قضيته هي قضية رأي وطني والشعب الموريتاني بعد الإطلاع على هذه الأدلة والوذايق والوقائع التي سجلتها لجنة التحقيق ضمن تقريرها لن يرضى بأقل من استعادة أمواله المنهوبة وتقديم كل الضالعين فيها إلى محكمة عادلة لن يرضى الأمل شيء سيدي والواقع شيء آخر هل نتوقع أن يأخذ هذا التحقيق مصار الطبيعي أم هناك مخاوف ربما من تعطل في لحظة من اللحظات لم أسمع السؤال قلت لك هل نتوقع أن يأخذ هذا التحقيق مجره طبيعي أم ثمة مخاوف سواء سياسية شعبية من إمكانية أن ربما يذوب كما نعهد في العديد من الأماكن حول العالم وبالتالي لن يفضي إلى شيء في النهاية هناك سقف طموحات قوي وكبير للوصول إلى المتسببين في الفساد ومحاسبتهم نعم كما أشرت في السابق هذا البلد عنى من تعطيل القوانين كان هناك تعطيل لقانون الشفافية الذي يلزم رئيس الجمهورية قبل الشروع في ممارسة مهامه بإعلان عن ممتلكاته أمام لجنة الشفافية وكانت هناك تعطيل لهذه القوانين كان هناك كذلك تعطيل لهذه المؤسسات الدستورية خاصة هذه المؤسسة الدستورية التي تعدل محكمة العدل السامية نحن على الأقل في هذه الفترة السابقة كانت هناك إجراءات تدل على نية صادقة في حل حالة هذا الملف وأن يصل إلى المرحلة التي نتمنها نحن في المعارضة والتي يتمنها الشعب الموريتاني وكما أسلفت نحن في المعارضة والشعب الموريتاني لن يرضى بأقل من أن يقدم الجونات والمسؤولون عن تبديد هذه الثروة والمسؤولون عن هذه الاتفاقيات إلى العدالة ومحاسبتهم والفيصل عندنا نحن في المعارضة باختبار نية جدية الإصلاح لدى النظام الحالي هو ما سيترتب على هذا التقرير الذي وصل اليوم من طرف البرلمان إلى وزارة العدل التي ستحيره إلى القضاء المختص النواب طلبوا سحب الثقة عن المسؤولين الضالعين في قضايا الفساد هل هناك أعداد حول أعداد هؤلاء الفاسدين سواء في المراكز المختلفة داخل السلطة أو المسؤولين السابقين هل هناك أعداد معينة تم حصرها والكوري نعم اللجنة الفنية التي أشرفت على أعداد هذه التقرير هي أولا لجنة فنية برلمانية كل الملفات التي تم التطرق إليها والتي طلبت الإطلاع عليها واستمعت إلى الشهود حولها كان من بين من استدعتهم وزراء في الحكومة الحالية للنظام الحالي كان هناك مدراء لمؤسسات وطنية كبيرة نحن ندرك جيدا من بين الملفات التي كانت تبحث فيها لجنة التحقيق البرلمانية ملفات تتعلق بمؤسسات وطنية كبرى تم إفلاسها في المرحلة السابقة مثل مؤسسة الإراد والتصدير سوني ماكس ومثل مؤسسة الإشغال العامة ومؤسسة صيانة الطرق كانت هناك كذلك مؤسسات كبرى مثل مؤسسة المعادن السنيم التي تعتبر شريان الاقتصاد الوطني ومثل بعض الشركات الكبرى كل المدراء لهذه الشركات تم الاستماع إلى شهادتهم كان من المفترض أن يكون الشخص الأخير الذي تستمع إليه اللجنة من خلال استعراضها لهذه الملفات والذي تم ذكره هو الرئيس السابق محمد العبد العزيز والذي رفض الاستجابة للدعوة التي تم توشيفها إليه من طرف اللجنة البرلمانية إذن الأعداد المسؤولين اليوم الذين يشغلون الوظائف والذين تبرطوا في السابق في مثل هذه الصفقات وفي مثل هذه العمليات الفساد الواسعة معروفون وتم استدعائهم من طرف اللجنة لكن اللجنة هي لجنة حصر فقط ولجنة استماع ليست دي جهة قضائية لتحدد مثلا الأشخاص الضالعين وتوجه الاتهان إليهم المهم اليوم قضاء اليوم أصبحت الكرة بمرمى القضاء والذي يستدعي هذه المجموعة التي تم ذكرها في كل هذه الملفات التي تطرقت لها اللجنة البرلمانية شكرا جزيلا لك سيدي ويلد الكوريا القيادي في اتلاف قوة تغيير الديمقراطي كنت معنا من وقشت شكرا لك